هل قعدة البيت دي ليه علاقة بأنك هو البيت دور أرضي؟ ليه علاقة بخوفك من الأدوار العالية أو الأسانسيرات؟ لا من عندي أسانسير في البيت طيب أيوة بس بطلع دور آه يعني هم هو بيسمنت وثلاثة دور طيب إيه اللي بيخليك ما تركبش أسانسير في حتة عامة وتقعد تحقق مع البواب وتقوله وركبتو سنة كام وعمل كم عطلايا صح والله كده صح والله أنا عندي عقدة من الأسانسيرات عقدة رهيبة جدا أنا كنت في لبنان معايا سحر ومرة تعبت وكنا عايزين روح الدكتور كان يوم أجازة فالدكاتر ما بيشترش إلا واحد في الدور الثلاثة عشر طريحت على رجل يعني وهي؟ لا هي في الأسانسير طبعا هي طلع لا يمكن أنا كنت قريب في أسبانيا بنزيع الكلاسيكو بتاع ريال مدريد وباشلونة فكنا عاملين حلقات بالليل سهرات فأخدونا في لوكيشن تحفة هناك كنيسة الشعيرة عندهم بتاع فعملين لوكيشن في أمارة عالية فالسانسير أول ما أنا بفتح الأسانسير أبص عليه لو الأسانسير حصل ما بيننا ود يعني الأسانسير حلو إيه نوع الود الود زي بتاع القتلات الأسانسير كبير وتحس إنه هو واقف على حيله ما بيطلعش يقلق ما بيلبش وشكله حلو بيبان الأسانسير اللي واقف على حيله بيبان أنا بفتح الباب أبص لو لقيته مش ما فيش ما بيننا عمار لا يمكن لا يمكن فكان مجموعة بقى كلها راحين طالعين نصور والأجانب فوق الأسبان والدنيا كلها وأنا رايح على قلبي مراوح وإذا دهسك هو فوقه مش عارف إيه وحاجزين هوا وهوا وفضيلي خمس دقائق الهوا يعني لازم أطلع فتحت السنسير لقيته مخيب للأمال صعب جدا قلت لهم ليون الراجل يا كابتن هنطلع 11 قلت له أطلع إن شاء الله مين دوار أطلع أطلع ثلاث ثلاث بعد دوار ورايح شوية وأطلع بتاع فأنا عندي عقدة من الإسانسير نوقف برا مياه في التلفزيون وقف بياه ساعة ونص آه فقدت يوميها هموت يعني فمن يوميها عندي عقدة من الإسانسيرات محبهاش إلا لو إسانسير إسانسير بتنا أخذ عليه وبعدين أنا ما رحت سنعته في مصنعنا في أكتوبر عملت فيه كل المقاومات اللي هي اللي لو عيت الأقدر أعمل إيه إيه بقى إيه بقى فيه زرارين أخضر وأحمر لو الكهرباء قطعت تدوسي على الاتنين مع بعض يوصلك الأقرب دور لأن فيه بطارية بتتشحن طول الوقت بتتشحن بالكهرباء وانس إن الكهرباء فصلت بيوصل بالبطارية الزرار الأحمر والأخضر تدوسي على الاتنين يمشي بيكي ينزل بيكي الأول لأقرب دور